تحياتي و أهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم اثنين عبر قناة سيلفي سبورت لأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في حلقة اليوم حنتكلم من مباراهون 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 وبعدين بدي أختمها بكلام عن محمد صلاح مجنون بتعتبروه بتعتبروه منطقي بتعتبروه شو ما تعتبروه بس كلام بحكيه من قلبي وبتحمل مسؤوليته نبدأ بمان يونايتدي اللي تعادل مع إيفرتون بهدف مقابل هدف المان يونايتدي اللي عانى أمان بيا ريال واللي خسر مع يانج بويز الفريق المتذبذب بلا نقاش إذا فيه أي شيء بتوصف فيه اسلوب سول شاير فبتقول هو اسلوب التذبذب في كرة القدم طالع نازل أداء مرة حلو مرة ما فيش ملقو معنا اسلوب مش ثابت لاعبين مش حارفين بعض الأحيان ليش وبصير بمستوهم لأنه كل المنظمة مش مستقرة فطبيعي كل الأفراد ما يستقروا قبل الأيام كانت ديلي ميل عم تنشر تقرير مهم جدا ولازم ينوقف معها إنه مشكلة يونايتد مع سول شاير ولمحد بيخاف منه يانج بويز تجرى عليهم عادي غلبهم في ياريال لعب محهم راس براس فيما لعبهم عادي جدا إيفرتون جاي يلعب بالأوردو ترافورد وبتأخر بالنتيجة وبتفاجأ إنه يونايتد هذا كبير صح بس مش عم بيخوفني مش عم بيحسن معاي مش عم بيضغطني عشان يهدم تعال نهجم عليه فبالنهاية اللي طلع فرحان بالتعادل يونايتد وليس إيفرتون طبعا نتيجة إلغاء هدف ياري مينا فطبيعي جدا لما تكون كل تركيزك تحاول تصيد نتيجة هون وهون وتحاول تتركز لي على الفوز بأي طريقة كانت وما يكون عندك اسلوب ما يكون عندك نهج ما يكون عندك فلسفة حقية ثابتة الأداء يطلعوا ينزل وبالتالي النتائج بتطلعوا تنزل وبالتالي الخصوم كلهم بطمعوا إما يكون هذا اليوم اللي حيلعبوا معاك ضدك هو يوم النزول وشيء أساسي في كرة القدم إنه الكبار بيفوزوا على الفرق المتوسطة والصغيرة 50% اسم ورعب و50% لعب لأنك لما تدخل تلعب منه ضدهم هم يخايفين هم يمرتبكين هم يشعروا نفسهم بيخسروا ولما هذا الكبير يبطل حدي هاب ويخاف منه بتصير مباريات عليه في كرة القدم أصعب 50% لأنهم كلهم بصيروا ينجروا وشوفوا الآن شعور أي فريق بيلعب مع سيتي مع ليفربول بيكون يعني بيقول الله يستر حتى الكبار لما يلعبوا مع هذول الاثنين بيخافوا وبالتالي هذول الفرق دائما عم تاخد نقاط جزء منها كبير بالخوف جزء كبير منها بأنه الخصم داخل حاسب حساب أو متخير الخسارة ولعين ما يقدر سولشاير يزرع هذا بيونيتد دائما يونيتد حيظل يعني ودائما حنحس انتصاراته أصعب وحنحس إنه ممكن يذبذب بأي لحظة ننتقل لفوز تشيلسي اللي جاء معقد شوي الفوز اللي بالتأكيد خدمهم فيه طرد اللي هو صحيح 100% لكن سهل عليهم المباراة للانتصار أهم في ذلك الفوز ديمو بيرنر عم بيسجل وهذا اللاعب أنا شخصيا نحكي لكم سر بينه وبينكم كيف جونيور بريال منريد أنا مؤمن فيه نفس الشي أنا مؤمن بفيرنر كلاعب مهاجم جيد مفيد لكن محتاج جرعة ثقة مصدوم بالتغير اللي صار معالى دور الإنجليزي لكن أعتقد لو تزيد هاي الأهداف الحاسمة حنشوف فيرنر مهم فيرنر مفيد بغض النظر عن كل ذلك بلا نقاش تشيلسي فاقد جزء من زخم اللي ختم فيه الموسم الماضي وهذا طبيعي لما تجيب دور الأبطال صعب جدا مش كل اللاعبين بيرجعوا يتحفزوا وتشيلسي تحديدا معودنا على عادة أنه بعض الألقاب بيمرد عنده جون من البرود ربما شيء إذاري ربما خلص صارت فقافة نادي عنده هذا البرود بعد الألقاب التكتيك جيد بس الزخم خف بشكل واضح الشيء الآخر جيد لوكاكو تغيير كثير من أدوار الهجوم حوله أيضا خربت شوي وفادت أيضا فبالتالي الآن من حسن حض تخيل أنه فاز وثم جاء التوقف الدولي فترة طويلة عنده بيانات كافية إحصائيات كافية داتا كافية يحللها ويحل المشاكل اللي عم بتصير معاه واللي بتخلي الفرقة أنه متقطع في أرض الملعب أيضا يحاول لتوظيف مثالي أفضل للوكاكو حتى الآن لوكاكو مفيد لأنه نتيجة وجوده في منطقة الجزاء عم بيشغل كل المدافعين فيه تقريبا عشان خايفين منه بالهواء وخايفين من جسمه وخايفين من تزديداته وهذا اللي بخلينا نشوف لاعبين تشيلس كثير من حوله عم بيسجلوا وعم تجيهم فرص فهو مفيد بهذا الدور بس طبعا لوكاكو إفاته الأكبر أن يكون يسجل إفاته الأكبر أن يشوفه عم بيخلقوله فرص كافية بكل لقاء وهناك كان فيه مباراة فيها انتصار مهم نليدز يونايتد على واتفورد بهدف مقابل لشير الفوز اللي سجل فيه الهدف ديوغو لوريانتي وأنا بعتبر هذا الفوز مهم جدا لأنه هدى الجو شوي حاول بيلسا بيلسا أنا بخاف منه لما تكون فيه توتر في نتائج سلبية إذا حدا انتقدوا من الإدارة بقولهم مع السلامة بتعرفوه شوي الزلم المجنون وبالتالي يعني من حسن حظ بيلسا هون أنه فاز من حسن حظ الدوري الإنجليزي أنه أخذ النقاط هذه ممكن يستمر أنا بعتبر بيلسا متدرب الناس بتحبه بس هو بناسب الحجم تبع ليدز يونايتد مش حجم أكبر وبالتالي بناسب حجم الفرق اللي حاب تضل بالدوري تضل تلعب تخدرها مباركتين كبار كل سنة تفوز فيهم تكونوا بالإعلام والله غلبوا ليفربول والله غلبوا أرسنل يعني هاك شيء وبالتالي يخسر خمسات عادي مع الكبار الثانيين أو محهم نفسهم بالإياب مش مهم المهم يعني مقدر يخطف لك الضو والقصة هون وهون وبنفس الوقت يمشيرك الأمور أنه ما تهبط ويطور لك اللاعبين الشباب فبالتالي أعتقد بيلسا هو المدرب المناسب لليدز فوزه مهم وإذا قدري يخلي هذا الفوز ويبني عليه بنتائج إيجابية للمستقبل حيكون شيء جيد لأنه إذا ما قدر أنا من الناس اللي متوقع إذا النتائج ظلت سلبية آخر السنة ما حنشوف بيلسا بيلتزونايدد وقابل ما نروع صلاح مميل على أرسنال اللي تعادل مع برايتون واللي مسك الكرة 47-48% حسب الإحصائيات واللي سدت ثمن تزديدات بس مقابل 21 تزديدة لبرايتون المباراة اللي كل الصحف الإنجليزية تقريبا اتفقت على العنوان برايتون يسيطر وأرسنال يفوز بنقطة وأرتدت نفسه قال أحنا أخذت هاي النقطة ربحتها لأنه ما منستهل أكثر من هيك بس أنا عندي قناعة اللي عمله أرسنال في ذلك اللقاء هو المنطقي لما تكون أنت بتحاول تخرج من أزمة تحاول تخرج من مشاكل وتوتر عم بتعيشه أهم شيء في كرة القدم النتائج بهذا المجال ليش؟ لأنه نتائج هي اللي بتغذي الإيجابيات وهي اللي بتغذي السلبيات يعني فريق بفوز وأسلوب وممل الناس إلا تدورها على إحصائية لاعب ويمرر 87 تمريرة أو بتصير قصة والعبقري وكل هذا كلام وإذا بيخسر وليقي نفس اللاعب اللي يمرر 87 تمريرة بيقولك يمرر 87 تمريرة لكنه ليس فعالا هيك كرة القدم هيك الإعلام وتخلق الأجواء هذه الأجواء لما تخلق هي اللي بتدمر أي نادي أو بترفعه اللي برفع هذه الأجواء أو بنزلها النتائج أو كما كان يسميها يوما ما مدرب كان اسم مودلنيري في إيطاليا السحاب السوداء إذا النتائج إيجابية بتيجي السحابة حلوة بيضة إذا النتائج السربي بيصير السحابة سوداء في قراسك فكنش بيتنكد معك في الملعب الآن اللي عمله أرسنال أنا شايفه منطقي لأنه أهم شيء النتائج ندخل بموضوع محمد صلاح النجم العربي المصري اللي إحنا كنا أول ما بلش لما رعب بازل بعدين ها أول تشيلسي كنا نحس إنه والله المصريين بيبالغوا فيه خلينا نكون صارحين جوا كثير مننا ناس كان يقولوا المصريين بيبالغوا فيه هذا بالبدايات لكن المصريين طالع عندهم طول نظر رهيب في هذا الموضوع بعد ذلك بعد روما كنا نحكي ممتاز مع لي بربول جاب قول جاب قولين ثلاثة نعم فخر العرب ومبالغات شوي كانت عم تيجي بس الآن مرحلة المبالغات انتهت إحنا العرب بنحب أي لاعب عرب بلعب بأوروبا لو يلعب رمي التماسي بنحتفل فيه ولو يلعب رمي يوروكنية بنحتفل فيه ولو جاب قول بنحتفل فيه إحنا هيك حرين بنحب لعبتنا بس صلاح تحديدا صلاح صلاح باستثناء كل لعبيننا مع أنه عنا لعبين كثير مميزين وناجحين ومستوى دولي عالي جدا بلعب في أوروبا بس صلاح تحديدا الموضوع ما عاد مجرد لعب ناجح ولا مش ناجح الموضوع اللي بتحكي فيه أنه صلاح ممكن يكون هو حاليا أفضل لعب في العالم فعلا يعني قبل أيام كنت عم بحكي مع صديق وقال لي يعملوا فيديو أنا عشان نيك يعني بصراحة بديش حتى عن مباراة سيتي واللي بربول لاني قلت خلص بعمل الفيديو هين هذا المقطع بالمباراة كلها فكنت حكي معا بقول له كان في معلغ ناس أي معلغ صراحة فكان يقول ميسي نايمار رونالدو فبقول له ليش ميسي نايمار رونالدو لازم ميسي رونالدو صلاح أو صلاح ميسي رونالدو حاليا بالثلاث سنوات الأخيرة من 2018 تليوم ما بيقللش عن هدول اتنين الأساطير الرائعين الخارقين صلاح ما بيقل عن هدول اتنين صلاح ما بيقل عن ميسي وكريستيانو من 2018 أنا كمسيرة لا غير هم بس من 2018 قارنوا أرقاما قارنوا حسما قارنوا دوره التكتيكي بالدفاع وبالهجوب مع اللي بربول من أهم وسائل الضغط العالي ومن أهم نقاط الارتكاز التكتيكية ومهاريا شفناه مع الستي وارك شو بيقدر يعمل وجرؤته وتمركزه وفهمه للعب وارتكاز فريق كبير عريق عليه ودوري أبطال ودوري وأرقام وإنجازات كل هذا بيخليه يعني سري أنا نيمار آه ممكن بالبلاي ستيشن لو بلعب بنيمار حيكون أحسن لي من صلاح براور بس أنا نيمار اللي شفته أنه صلاح عمل أحسن من نيمار حتى الآن من يوم ما طلع نيمار على برشلونة يعني طلع حتى من طلع من برشلونة صلاح اللي عمله أحسن من نيمار بلعب بالدور الفرنسي هداك هذا بلعب بالدور الإنجليزي هذا الفرق يعني صلاح بلعب دوري أصعب ورغم ذلك بالز أكثر وبيجيب تقريبا نفس الأرقام الروح على إمبابي إمبابي لاعب رائع جاب كأسي العالم مع فرنسا بس إمبابي مع سان جرمان لعب ممتاز وصلاح مع ليفربول لعب ممتاز وفي دوري أصعب وبالتالي ما بصير أني أقول إمبابي أحسن من صلاح ولا لأني أنا حاسس أنه حيكون أحسن من صلاح ببساطة هالند؟ لا صلاح أحسن بكل شيء بكثير مسافات فإنه إحنا الآن مرحلت إنه إحنا منفتخر فيه ومنطبله على قولك البعض وأبصر شوه عشانه عربي هذي هذي انتهت وما في إنسان عم بيحضر كرة قدم حتى الآن ممكن يشوك بصراح درة شكل يعارب أنا عملت قبل ما أعمل هذا الفيديو متبلاش الناس تعتبرني مجنون بعد الضربة اللي أكلت عراسي وهذا ولك هذا مجن فدخلوني مستشفى ولا شيء قلت لا بدأ دوة فشوفت صحفيين إنجليز شوفت لاعبين إنجليز سابقين إن الكل مجمع على ذلك إنه صلاح إذا ما نيجي نحكي من المنطق صلاح لاعب بستاهل يفوز أحسن لعب العالم طبعا ما سألت أحسن لعب عربي بالتاريخ هي انتهت زمان يعني هي ما ضلش فيها نقاج فصلاح لما تيقول ليش ميسي رونالدو نايمار زي ما كنا حفظين من 2015 لا تغيرت صلاح بنحط ضمن أي ثلاثة صلاح لاعب ما بيقل عن أي لاعب كرة قدم حاليا بلعب بكل بساطة وهذا الشيء اللي بفتخر فيه كعربي ولازم المصر يفتخر فيه ويحتفل فيه ويطبل له كمان للأمن من صلاح اللي بيعمله واللي بيحسمه ودوره بعيدا عن الأهداف وصناعتها دوره عظيم بفريق عظيم بلعب بأهم دوري وبقدم واحده من أقوى أسليب كرة القدم في أوروبا كلها نوصل هون لنهاية دردش إنجليزية اللي بذكركم تتركونا اللايك عليها وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة